سلامي السنة أولى ابتدائي سنشرع الآن في حل اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات نبدأ على دركة الله النشاط الأول نقرأه معا بمناسبة عيد ميلاده دعا أحمد أصدقاءه وزين قاعة الاحتفال أتأمل المشهد أولا ألول الأطفال الذين هم على استقامة واحدة ألول الأطفال الذين هم على استقامة واحدة نتأمل المشهد يوجد مجموعة من بالونات ويوجد أجموعة من أطفال نلون الأطفال الذين هم على استقامة واحدة نأكل المستارة نلون الأطفال الذين فقط هم على استقامة واحدة هناك لاحظوا معي ثلاث أطفال هما على استقامة واحدة هذه البيت ليست على استقامة واحدة مع هؤلاء الأطفال إذن نلوّن فقط الأطفال الذين هم على استقامة واحدة وهذه البنت أيضا إذن وجدت ثلاث أطفال هم على استقامة واحدة ثانيا أحسب البالونات وأكتب العدد نحسب معا البالونات واحد اتنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اتنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشرة إذن يوجد ثمانية عشرة ثمانية عشرة ثمانية عشرة ثمانية وحدات وواحد عشرات ثمانية عشرة نكتبها هكذا في الجدول نراجع معا ألوّن الأطفال الذين هم على استقامة واحدة هناك ثلاث أطفال هم على استقامة واحدة وعدد البالونات يوجد ثمانية عشرة بالونة ونكتبها ثمانية عشرة ثمانية في الوحدات وواحد في العشرة عشرة واحدة النشاط الثاني ألوّن الإجابة الصحيحة ثمانية أكبر من عشرة ثمانية أصغر من عشرة ثمانية تساوي عشرة ثمانية هي أصغر من عشرة لأن عشرة فيها عشرة واحدة ثمانية لا يوجد عشرة ثمانية أصغر من عشرة نلوّن هذه أصغر خمسة وثلاثون هل هو أكبر من خمسة وعشرون خمسة وثلاثون أصغر من خمسة وعشرين خمسة وثلاثون تساوي خمسة وعشرون الإجابة الصحيحة هي نلاحظ أن خمسة وثلاثون وخمسة وعشرون هنا عدد العشرات ثلاثة وعدد العشرات هنا اثنان إذن ثلاث عشرات أكبر من اثنان عشرات اذا 35 اكبر من 25 العشرة 3 اكبر من 12 نلون اكبر من ثالثا 50 اكبر من 50 50 اصغر من 50 ام 50 تساوي 50 نلاحظ ما هي الاجابة الصحيحة احسنتم 50 تساوي 50 نراجع معا ثمانية اصغر من 10 لان العشرة هنا واحد وهنا لا يوجد عشرة 35 اكبر من 25 لان 13 اكبر من 12 تصبح 35 اكبر من 25 50 هنا تساوي 50 50 تساوي 50 التنشاط الثالث اعد واكمل العملية اذا نحسب معا ونكمل العملية يوجد لدينا كم هنا من قريصة واحد اثناني ثلاثة اربع اربع قريصات وهنا يوجد واحد اثناني اثناني قريصات نحسب معا لكي نجد الاجابة الصحيحة اربع زائد اثناني اربع نحسب واحد اثناني ثلاثة اربع خمسة ستة اذا كم يوجد يوجد ستة ستة قريصات اربع زائد اثناني اربع زائد اثناني تساوي ستة نحسب معا المربع الثاني واحد اثناني تلاتة اربع خمسة خمس قريصات زائد واحد اثناني ثلاثة ثلاث قريصات كم نصبح عندنا اذا نحسب معا واحد اثناني ثلاثة اربع خمسة ستة سبعة ثمانية اذا تصبح ثمانية قريصات خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية ثالثا نحسب معا هناك ثلاث اعمدة من العشرات واحد اثناني ثلاثة ثلاث عشرات اذا ثلاثون ثلاث وعشرات نكتب ثلاثون زائد نحسب عدد الوحدات واحد اثناني ثلاثة اربع خمسة ستة يوجد ستة وحدات اذا واحد اثناني ثلاثة عشرات ثلاثون زائد ستة يساوي احسنته ستة وثلاثون نراجع معا اربع زائد اثناني تساوي ستة وجدناها ستة خمسة زائد ثلاثة تساوي كم وجدناها ثمانية ثلاثون زائد ستة وحدات تساوي ستة وثلاثون النشاط الرابع اكمل المتتالية لدينا العدد خمسة وثلاثون نتبع اتجاه السهم خمسة وثلاثون قبلها احسنتم اربعة وثلاثون خمسة وثلاثون بعدها تصبح احسنتم ستة وثلاثون اذا تصبح المتتالية اربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون ثانيا لدينا العدد عشرة نتبع اتجاه السهم هنا لا يوجد بعدها اذا قبلها العدد احسنتم تسعة قبله العدد جيد تمانية نراجع تمانية تسعة عشرة نراجع ثانيا اربعة وثلاثون خمسة وثلاثون ستة وثلاثون ثمانية تسعة عشرة النشاط الخامس صل بالمسترة النقط للحصول على اشكال وسمها لدينا نقط نربط او نصل بينها كي نتحصل على الشكل ونسميه معا اربع نقط نصل بين الرقاط او نربط بين النقط هذه نربط بينها وهو دي نربط بينها ايضا نربط بين كل النقط ماذا لدينا الان تحصلنا على الشكل احسنتم على الشكل مستطيل هذا مستطيل مستطيل الشكل الشكل الثاني ثلاث نقاط نصل بينها وسنلاحظ على ماذا نتحصل نصل بين نصل بين النقط او ربط بين النقط تحصل على شكل احسنتم مثلث مثلث هذا شكل مثلث ثالث واخير نربط بين النقط جميعا تحصلنا على شكل احسنتم مربع شكل مربع نراجع معا تحصلنا اولا على شكل ربطنا بين النقط تحصلنا على شكل مستطيل ربطنا بين ثلاث نقط تحصلنا على شكل مثلث ربطنا بين أربع نقط وتحصلنا على شكل مربع تمرين الاخير ابحث غرس رجل عشرة اشجار من التفاح وسبعة اشجار من الخوخ ما هو عدد الاشجار التي غرسها الرجل ألون الاجابة الصحيحة لدينا عشرة زائد سبعة تساوي سبعة عشر الاجابة الثانية عشرة ناقص سبعة تساوي ثلاثة نعيد القراءة كي نفهم التمرين غرس رجل عشرة اشجار اشجار من التفاح وسبعة اشجار من الخوخ عشرة من التفاح وسبعة من الخوخ وهنا اذا نستعمل عملية احسنتم عملية الجمع هذه عملية الزائد لانه غرس عشرة وزاد سبعة غرس عشرة واضاف سبعة اذا عملية الجمع هي العملية الصحيحة عشرة سائد سبعة وتساوي سبعة عشر اذا الون الاجابة الصحيحة